عندما تغيب الدولة ويتلاشى تأثيرها يصبح المجتمع نهبا لقيم القبيلة والعشائرية وما يتبع ذلك من سيارة مفهوم القوة وسيطرة الميليشيات على كافة القطاعات وهذا ما حدث ويحدث في العراق منذ الاحتلال الأمريكي حتى اليوم حتى في قطاعات الخدمة المدنية المختلفة القطاع الطبي في العراق كغيره من القطاعات العامة يعاني غياب سلطة القانون في حماية الأطباء والموظفين في المؤسسات الطبية المختلفة الأمر الذي يمثل دافعا نحو التفريغ العراق من كفاءاته الطبية الذي يؤكد تقرير لصحيفة The Arab Weekly اللندنية أن العنف المسلح والابتزاز وأعمال الانتقام العشائرية إلى جانب الإيذاء الجسدي واللفظي يدفع القطاع الطبي في البلاد إلى حافة الهاوية الصحيفة البريطانية نقلت عن دراسة استخصائية محلية رغبة 70% من خريجي كليات الطب في مغادرة العراق والاستقرار في الخارج بينما يرى 98% منهم أن العنف سيستمر ضد الأطباء وموظفي المؤسسات الطبية في حين اعترفت وزارة الصحة منذ أشهر بأن 20 ألف طبيب هاجروا بالفعل من العراق بسبب تدني الأجور وتصاعد التهديدات والاعتداءات ضدهم مسؤول وزارة الصحة والسياسيون في بغداد لم يعد بإمكانهم مواصلة إنكار الأذى الجسدي الذي يتعرض له الأطباء يوميا لكنهم في المقابل يعجزون عن تقديم أي حل جذري لهذه المشكلة فيعمدون إلى إطلاق التصريحات واقتراحات بعضها قد يثير السخرية مثل الاقتراح بتزويد الأطباء بالأسلحة لحماية أنفسهم في مجتمع باتت تحكمه ميليشيات طائفية وأخرى عشائرية بل إن أجهزة الدولة التي يفترض بها فرض القانون باتت يالأخرى خاضعة لسطوة الميليشيات الطائفية الأمر الذي بات يهدد العراق في حاضره ومستقبله ترجمة نانسي قنقر